السلام عليكم ورحمة الله كيدا يميل بس اليكم ان شاء الله تكونوا بخير في الفيديو نتعليهم ان شاء الله غادي نتقاس معكم طريقة تحضير كريمة اللي كتكون بديلة اللي كريم للأساس ديلها هو الجبن وانا شخصيا كانستعملها كبديل للصالصات المايوناز يعني كانستعملها في صندويتشات للأطفال كانستعملها مع الصلطة كانستعملها يعني فاكف المخبوزات كانتكون رائعة جدا كانستعملها مثلا معقودة هكا بوحدها كان اكلها معاهم كانتجي رائعة جدا كما غادي تشوفوا معايا يعني اليوم ان شاء الله هاد الوصفة هدي كنا حضرناها احنا مجموعين من حضرناه يعني البرجر وخفز الطوست ولكن كان الفيديو طويل والأخوات طلبوا انها تكون في فيديو خاص وبوحده باش ميني بغير رجعوا عندها كتكون سهلة للرجوع يعني وهنا عاودت ان شاء الله باش للخصار وكتبقى يعني مجموعة كيكون احسن المهم ما تردوش انكم منجربوها ولو بكمية صغيرة جربوها لوليداتكم وغادي ندرككم يعني الطريقة ان شاء الله باش تحترموا فيها لأدواق ديالكم يعني كل واحد غادي دير لي المداق اللي متعود عليه وغادي نعطيكم بالضبط فوقاش ممكن انكم زيدوا الاضافات الخاصة بكم المهم المكون الاساسي والاولي غادي نحتاجوه هو بودور نوار الشمس اللي كتكون مقشرة ارها موجودة الاخوات عند اللي كيبيعوا الحلويات يعني في المغرب في الجزائر غادي تلقاوها ان شاء الله هاد بودور نوار الشمس كان نرقدها ليلة كاملة في الماء يعني 24 ساعة ما شحت ليلة كاملة 24 ساعة بنسبة الاخوات اللي غادي سولوني واش على قبل الاكتناس لا الاخوات انا ما كان نرقدهاش الصراحة على قبل الاكتناس كان نرقدها فقط باش كترتب مزيان وما كتاخدليش الوقت في الطحين يعني باش نكون معكم صادقة كتعرفوا كاملة لالاخوات ان اللي كتنيات ما كيمشوش بالترقاد نهائيا اراه المكسيموم كينش بودور ولا حبوب اللي بالماكسيموم بتاحه هو عشر بالمية انتع نسبة اللي كتك يتمشي الحمدلله بودور نوار الشمس ما فيهااش نسبة عالية من اللي كتنات يعني بحث في الموضور الحمدلله ما فيهااش نسبة عالية من اللي كتنات يعني انا كان ارقتها 24 ساعة فقط باش انها كانت جينيس سهلة في الخدمة ديالها كيموك تشوفوا معايا انا خصلت الكمية بودور نور الشمس التي استعملتها في عدة وصافات هنا بالضبط اخذت نصف الكوب نصف الكوب انا نقول لكم نصف الكاس يعني الكاس اللي ستستعمليه ستستعمليه في جميع المقادر انا استعملت الكاس على الشاي نصف الكوب هو اللي استعملت ستعليه ملعقة كبيرة ستكون عمرة مزيان من زرية الكتان اللي ستكون مطحونة اللي ستستعمل حبوب الشياء لا مانيع نفس الشيء ستعملوا الكمية من الملح يعني اللي يبقى هنا طبعا حسب الدوق المهم الملح ما تقويه وشو صافي يعني اللي ستزيدوه ستزيدوه للاخير بمشي مشكلة وطولت الكوب وحتى نصف كوب من زيت زيتون اللي كانت عندكم زيت زيتون للمدقة ديالها ماشي قاصح ممكن تضيعوه حتى نصف كاس ونصف كاس ديال الماء ساخن يعني لا بدك يكون ساخن باش كي يطلق لي يعني لك البودور ديالي كتطلق الزيت وكتنخدم مزيان يعني في المكسور ديالي كتتطحن مزيان يعني لا بدك أنها تاخد الوقيتها ديالها في الطحين طبعا مع المكسور طبعا اخطر كنا نوقفوه يعني باش ما كتتحرق لنشل الال ديالنا وصافي كنزيد على هذا المقدار هذا كنزيد حامضة او ليمونة حامضة كاملة يعني العصر ديالها كنعصرها كاملة كنزيدها على الخالد ديالي كمية بكمية يعني لا بدك كمية بكمية باش كيتخدم الخالد ديالنا حتى نحصل على واحد القوام كريمي ولكن كيكون نرطبي يعني ما كتلقاش فيه الحبيبات يعني اللي قاسحين وبينين كما كتشوفوا معايا يعني لا بدك أن ينخدمه هنا دا بيلاشتوه كيجب لكم بلكم أنه مخدم لا إلا تلقى المستهبيدي هتلقى يعدم سمد الداخل لنك لا بدك نخليه يزيد التنطحن حتى يعني يولي كريمة مئة بالمئة صافيمي كنكملو طحين تاعو يعني هذا هو القوام اللي كيرجع يرجع عندنا كريمي يعني كريم كريم من ناحية اللون من ناحية ديال القوام ديالو كريمة مئة بالمئة هنا كنا نوريكم أنني حيت ثلوتين من هاد الكريمة هادي حيت من هاد ثلوتين لأنني بغيت ندير ثلاث أنواع من المنسمات هنا بالنسبة للكمية الأولى أنا بنسمتها بضريس ديال التوم يعني الثلوت متع الكيمية ديالي نسمتها بضريس ديال التوم لي بغيت ترطبوه يعني وتطلقوه بمخلل الماء أنت مخلل الصفرجل ممكن ولكن لكا ما كانش عندكم ما تتعملوش مخلل اللي كيكون المدق ديالو قوي مع التوم ممكن أنكم تتعملو زعتار زعتار أنا عندي طبيعين كيجو مخيمين معها لي ما بغيتش ماشي ممكن ماشي مشكيل تتعمل أي منسيم كتبغي سيبولت مثلا مع الدنوس أي منسيمة اللي انتومة كتفضلوا على حسب الدوق ديالكم والدوق ديال الأطفال ديالكم ولي متعودين عليهم أنكم كتاكلوا بيهم شخصيا متعود على الزعتار والزيترة في الطبخ ديالي ولكن ماشي كالناس بحل هكك يعني كتديبوا الحاجة اللي متعودين عليها انتومة طبعا أنا هنا يزد فقط نصف حامضة باش غادي ينطلقوه ولكن اللي عندها مخلل الصفرجل وكيعجبها المدق دياله وجيها زوين ممكن أنك يتبط به به أو أي مخلل المدق دياله كي يناسب الضوء ديالك طبعا صاف هنا هنا طحنته مزيان مزيان للمرة الثانية حتى ذلك تومة انطحنات وكما لاحطوا معي ما بقاوش الآثار نتاع الزعتر والزيترة وهناك يكون جاهز يعني للتقديم التنسيم الثاني كما اقول لكم كي يبقى حسب الضوء أنا غادي ناخد عود تولوت من هديك الكيمية اللي كنت تحنت لحتوا قوام دياله يعني ما شاء الله كرام كرام وحتى أنا شخصيا كنا اكله بالملعقة يعني صبح الله كيعجبني وخاصة مع الأملات ديال البد يعني كيجي واحدة ما دقى رهيب جدا فيه المهم خديدت له ديالي ورجعته في الميكسر وبغيت نزيد عليه الفلفل الحار يعني شخصيا كنا اكل الفلفل الحار كي تبقى عود مسألة الدواق استعملوا اللي متعودين عليه ولي كي يجي مع الدوق ديالكم ولي بغيته طبيعي وكيتنكل طبيعي إذا تعليه واحدة كمية بسيطة عن الزنجبيل ممكن يزيدوا أي توابل كتبغيو وغادي نزيد كمية من خل التفح خل التفح فقط باش نعطيكم المثال ممكن يزيدوا الحامض او يزيدوا ماء المخلل اللي كتفضله يعني كما قلنا في الأول صاف القوام متاعه هنا يام بقى لنا شوية عاقد مقارنة مع القوام الأول لأنه ما كترتش فيه الخل ديالتفح مقارنة مع الكيميام متاع عاصير الحامض وكمية خليتها الثالث الأخير خليتوه طبيعي كما قلت لكم كيعجبني كي يكون طبيعي كنت ناكلوه مع الأمليات البيض وصفانت اللي كنت قسمت معكم هي نتع البرجر يعني استعملنا فيه كسلصة واستعملت سلصة اللي كانت مخلطة بزعتر وزعتر والثوم القوام دياله كما لاحطوا يعني كما راكم كتشوفوا معايا انتو ما كيبقى لكم مش انكم تزيدوا فيه او تنقصوا من السوائل المهم كيبقى لحسب الدوق ديالكم يعني شخصيا عجبني القوام دياله كريمي ولي بغت انها تطلقوا كتر رغموكي انكم تتلقوه المهم حسب الدوق ديالكم وطبعا الدوق ديال الاطفال ديالكم يعني ما تتعملوش مثلا شي ملسيمات اللي كتكون لها علاقة مع الدوق ديالكم يعني اللي أنا غادي كون ضياعة وصافة شخصيا تتعملك الملسيمات كالعادة اللي كنفضل أنا في المنزيل ديالي وكل واحد وحسب الدوق دياله وان شاء الله اللي جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم متأكدة منها لان القوام دياله وان شاء الله ان شاء الله انتلقوا في فيديوهات مقبلة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى